بسم الله الرحمن الرحيم رسالة أحب أوجهها للشباب للرجال للرجال فقط مش للنساء مش للحريم ليش؟ لأن الرجل هو القائد الرجل بيده القوامة والقيادة القيادة لكن بعض الرجال استغلوا الموضوع في القوادة ركزوا ما يعزا المشاهدين بعض الشباب اللي يريد يتزوج يشتكيلي والله عبد العزيز ومصاريف ومحتاجين ومتبهدلين ونبين تزوج ومش قادرين وأبا جمع ولكن تفاجأ أنه في العرس جايب لي رقاصة جايب تقطقة جايب مسخرة وهنا من خلال هذه الحلقة أبي أركز على بعض الدول العربية اللي عندهم عادة سيئة أنه يجبون رقاصة ترقص في العرس وخلنا نقول مثلا من هالدول اللي للأسف منتشر فيها هذا الموضوع مصر وطبعا هناك دول عربية أخرى يعني لا ننكر ولكن بالذات مصر هناك بعض الأسر عندهم فرض وواجب ومن العادات والتقاليد أنه يجيب رقاصة عريانة عريانة والله يعني أكيد كلكم شفتوا بعض الفيديوهات عري عري مش طبيعي وتي أي ترقص في هذا الفرح وأنت يا شاب جاي بدافع فلوس حق رقاصة وفي النهاية تشتكي تقول لي والله أنا ما عنديش حقيب منين عشان أتقوز تقيب منين إذا أنت تبي تتزوج ولأت تبي تجيب رقاصة فأحيانا والله يخونا الأفاضل تشوف بعض الفيديوهات الزوج الزوج يرقص مع الرقاصة الرقاصة جدام وزوجته جنبه وعادي عندها أن الرقاصة ترقص مع زوجها وأيضا هناك بعض المطربين يجيب لك مطرب والمطرب يرقص مع زوجته وهو قاعد ويشوف أنه زوجته ترقص مع المطرب لا يوجد يا حبيبي رأية 20-30 حلل وحلل وحلال عادي يا حبيبي وفي بعض الأعراس رقاصة ويقومون المعزومين في العرس وكل واحد شاي اللي بيرة في يده غراش البيرة الله 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 شنو هنا مدعرة ولا عرس هذا أخي يا شاب أنت اللي تطلعني يا مسلم هذا فرح من باب إظهار السرور والإشهار أنا كنت تشهر زواجك ولا من باب القوادة ولا من باب أنك أنت مسخرة ولا من باب الدعارة يا أخي حد يشرح لي الله يرضالي عليكم يعني واحد لما أنت يا رجال تشتكون منكم أنت ما تقدرون تتزوجون وفي النهاية نكتشف أن الفلوس اللي أنت محتاجها تصرفها لجل الزواج على رقاصة وبعض الدول يجيب لك يعني حتى في مصر يعني منولوجست منولوجست هذا اللي قاعد يضحك الناس ويجيب لك فرقة ويجيب لك مطرب ويجيب لك وأنا أقول لكم على واحد من أصدقاء المصريين عرص من ستة من ستة المغرب إلى ستة الصباح لحوله لا قتل بله ليش أخي العزيز يعني كلف هو هو بنفسه اعتراف لي تقريبا دفع يمكن حول ثلاثين ألف دولار بس على مصاريف اللي من ساعة ستة لستة الصباح يقول لي أنا جيبت رقاصة وجيبت مولوجست وجيبت مدري وبعدين يقول لي ليش طلق ليش طلق ليش مراتي منك كده علي ليش ولادي مش فالحين لأنك أنت بديت حياتك الزوجية بالحرام وبما يغضب الله أنا أوزع بيرة على المعازيم والله لوزع عليهم زقوم يا أخي أنتوا ما تخافون الله سبحانه وتعالى أنا أوزع في العرص أسهر المعازيم لغاية ثلاثة أربع الفجر أوزع عليهم بيرة وأجيب لهم رقاصة والله تشوفوا بعض الفيديوهات تقول هالناس هذول يعني المعرش تقول مجمع زبالة المجتمع خمة المجتمع يعني صيع المجتمع جايين حاضرين الفرح يعني هذول والله بدل ما يدعون لك هذول دعاهم أصلا يعني أنمات متعة واحد يعني مخمور واحد مخمور ربنا يوفا ورب في حد يدعي الله هو شرب خمر والله يا إخواني الأفاضل بعض الرقاصات أشكالهم صدرها طالعوا وعريانا عريانا عريانا وقاعد يتهزز وإياه وإيخي وين تبون بركة الله سبحانه وتعالى وين تبون بركة الله لما يجي يجيك واحد يقولك طب يا أخي أنت ليش ما تقول لا ليش ما درش وأبو مراتي وأم مراتي ومدري مين والمعزيم وأصدقائي وأصحابي ضغطوا علي ضغطوا علي طالس فيهم يا حبيبي أنا أخذب الله سبحانه وتعالى في أن يضغطوا علي وضغطوا علي وكلام الناس طالس في كلام الناس يا شباب تزوجوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى تزوجوا والله والله غير 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 حركات للأسف حتى في دول الخليج صار الآن بعض الشباب رجل مع زوجته يرقصون هو يرقصوا إياه أمام أمام النساء يعني الحمد لله في دول الخليج يعني بعض الناس يعني لكن للأسف للأسف بعض الناس لكن الحمد لله ما في اختراض الحريمة بروحهم والرجال بروحهم لكن مع ذلك يأتي الشاب ويرقص مع زوجته أمام النساء للنساء والله كلها حرام يا ناس حرام أو يجبون لكم والله مطربين وبعدين في بعض دول الخليج هناك يعني مسخرة 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 يجبون بعض المطربين المشهورين اللي اللي يعطونها خمسمائة ألف خمسمائة ألف دولار ولا ثلاثين أمئة ألف دولار مئتين ألف دولار مأفلوس حرام عليكم والله حرام عليكم اللي أنتم تسوونه حرام حرام تبدون حياتكم بالحرام وبما يخضب الله وبينه في النهاية تقوله والله يا رب بارك لي شي بارك لك يا اخي شي بارك لك يعني كفاية كفاية انك انت قاعد على الكوشة ويجيك هذا صديقك ماسك له بطل بيرة والله بطل خمر في عرسك وانت سامح له ومنك المال ومنها الاعيال لا والله منك الاعيال ومنها المال انت اللي صرته حريم انت يا رجال خراص خليني نحط عليكم اكس نحط عليكم اكس يا حبيبي المفروض الحن دور لكم رجالي تزوجونكم من يعني ما عندكم اخلاق ولا خيرة ولا قوة الرجل هو اللي سيد المجتمع لما تيجيك تتقدم حق واحد تقول لك والله انا عايز رقاصة رقاصة في عينك قل له انت طالك قبل ما تتزوجها هالي بد حرام اصلا اللي راح تتناديك تقول لك انا عايز رقاصة وعايز من الانجل وعايز معرفش مين وعايز اقب شالكلام الفاضي يا اخي ما تخافون الله سبحانه وتعالى وجون يشتكون يا عبدالعز نبي نتزوج مش قادرين نتزوج تزوج بما يرضي الله سبحانه وتعالى شوف الله يوفقك ولا لا لكن انت حاط نية الحرام انا وزع بيرة والله بعض الناس شوفوها بيك شربون بيرة قاعديني لا حول الاخوت الله بالله اخوان الافاضل يعني والله مسخرة ما بعدها مسخرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو مشات اذبح لك خروف حط الخروف انت يعني عمامك خوالك وعمام خوال المرة وخلاص كلكم عددكم ما يزيد على تقريبا 15 شخص وخذ زوجتكم مع السلامة هرح اجيب الملكة واجيب مدري مين واجيب صافي ناز رقاص صافي ناز وهنادي ومنادي ودينة دينة رقاصة استح على وجهك وين وجهك امام الله سبحانه وتعالى والله بعض الفيديوهات مخزية 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 اللي في الفرح كل رجال ونساء وكل اختلاط وخلطة بيطة وهي يرقص معها وهي يرقص معها ويرقصوا مع زوجتك يا خنزير وزوجتك قاعدة صدرها شكبرت هنا ماذي صدر بقرة امام الناس عيب يا اخي عيب والله تقولوا تحررون فلسطين انتوا اشكالكم ما التحرير فلسطين روحوا يا حبيب روحوا بيعبصها لو انتوا روحوا قاتل الله سبحانه وتعالى النفاق اصلحوا في انفسكم عشان الله يصلح لكم خلكم رجال انا اقول لكم لن يصلح حال الامة في امور زواج الا لما الرجل يقول انا رجل رجلي انا اتقدم والله انا ادفع كذا انا اقدر كذا ولا بد ان تقولوا لي والله الحريم والنساء غنوبون والحريم يتحكمون فين لا يقول هذا الكلام الا من يا خرنق ما يقول الا خرنق الستات دلدلة رقليها عليك خلك رجال يا حبيبي اللي ما تبيت الزواج مع السلامة وروح بيت ثاني وثالث ورابع وعشر والناس اللي يقول لكم هاتوا رقاصة وهاتوا الناس ما فيهم خير روح اب ملتزم بيت ملتزم خذلك انسانة ملتزمة خذلك انسانة تخاف الله خذلك انسانة تشتريك تشتريك انت مش تشتري رقاصة واجيب لك والله مش عارف الودي القني غني عندي واجيب الهضبة واجيب المطاكيع المافيا والمدرمين هذول كلهم ما يسون الزبالة للأسف انتوا كبرتوهم خليتوا خليتوا للأسف ناس ما يسون الانعال يشترون طيارة خاصة من فلوسكم من فلوس الهبل والعبط الناس العبط اللي للأسف تعطون فلوسكم حق ناس ما يسون الانعال حس بيا الله نعمل وكيل خافوا الله قبل ما اختم هذه الحلقة يا شاب لا تبدأ حياتك بالحرام لا تبدأ حياتك انك تجيب رقاصات وعاهرات في عرسك وفي زواجك وفي فرحك سو فرح بسيط بسيط بما يرضي الله وابعدوا وابعدوا عنكم الاختلاط رجال مع النساء تركوا عنكم حركات الخنازير والله عيب والله حرام لا يجوز يا ناس حرام حرام هذا الموضوع طويل لو بتكلم فيه ما راح اسكت وصلاة الرسال واللاء يعطيكم العافية